النهاردة بنكمل شرحات ميكروسوفت وورد ومعانا النهاردة قائمة هوم القائمة دي قائمة مهمة جدا وفيها مجموعة من الاوامر اللي لازم اي حد شغال على الورد يكون عارفها. اولا هنجرب نكتب كده اي جملة تمام? ونشوف هنقدر نعمل ايه بيها في قائمة هوم. هنا عندنا اول حاجة الفورمات. طيب نكتب جملتين عشان نعرف يعني ايه اغير هنا الفورمات. انا هاخد الجملة دي كوبي ونزلها تحت هنا وباست. هغير هنا في الفورمات حاجة. اهو اعملها مثلا اخمر واغير الفونت ازوده شوية تمنتاشر اهو ينتغيير الفونت. هنا بقى لما اروح على فورمات بنتر هياخد كل الفورمات بتاع اللي فوق دوت ويحطه هنا تحت لما اهبس. اهو. خلى الاتنين تبق الاصلي. طيب غيرت حاجة فوق اهيت مرة تانية. نخلي اسود. ونزود كمان. اهو. عايز اخلي اللي فوق زي اللي تحت بالزبط. العكس يعني. اهو. فهيخلي اللي تحت اهو. وحطه على فورمات بنتر. وادوس هنا. الاتنين بقى زيوات. بقى هنا دي اول حالة عرفناها. هي الفورمات بنتر ان انا برقني الفورمات بتاع الخط لمكان تاني. بحيث ان لو انا عايز اغير اه مكان كبير جدا في الملف عندي. اقدر على طول بضغط واحدة على فورمات بنتر. واغير كل الملف لنفس الفورمات اللي انا عايز. طيب. هنخش على الجنبها هنا هوت هنلاقي طبعا هنا الفونت المختلفة. يعني لما بعلم هنا هوت على الفونت على الكلام. هي هنا هوت اقدر اختار الخط اللي انا عايز. لاحظ هنا ان فيه تغيير اهو. مسلا ده زي ما انت شايف ايه تغيير الفونت. وهنا طبعا تغيير بتاع الفونت. الحجم بتاع الفونت. بيجبر وهو زي ما انت شايفين كده. طيب. اه وهنا يعني بتديني سماكة للخط. وهنا اي تلك يعني ماية الخط ماية زي ما انت شايفين. وبعدين هنا بحط تحتيه خط وبشيل. هنا هو زي ما انت شايفينها بيحط خط على الكلام كاني شطب عليها مسلا لو حبيت انا اصلح مسلا حاجة لحد. فممكن اعمل ايه خط الشطب هنا عليها. تمام? هنا هوت بقى اه دية اه لو انا عايز احط ارقام تحت وفوق. يعني على سبيل المسال مسلا احط مسلا هنا جنب كلمة هاي تو. تمام? هنا ممكن تو اخليها تحت. اهو زي ما انت شايفين اهو. اكبرها لكم شوية عشان تشوفوها. تمام? وممكن اخليها فوق. زي مثلا زي ما انت شايفين. يعني مثلا لو قلنا سي او تو. اللي هو سينوكسيد الكربون. طبعا تو لازم تبقى فوق. اهي. اروح هنا هوت واختار تو. زي ما انت شايفين اهي. نكبرها شوية عشان تشوفوها. تمام? نروح هنا. هنا هو رجعت كبيرة زي ما كانت. وهنا تو صغيرة وهنا خليناها تحت. طيب. نخش في بقية القوام اللي عندنا هنا هوت طبعا الفرمات بتاع الخط. يعني لو جينا على اي خط هنا هوت. اقدر اغير شكل الفرمات. تمام? يعني حاجة كده طبع يعني اشكال فنية. وقدر اغير اللون بتاعه. يعني هنا مسلا اختار الشكل ده. تمام? واخدر اخير العلوان من داخله. بعد ما اخترت الشغل اقدر اغير بتاعه هنا. حسب اللون. يعني تقدر ايه? هنا تقدر تعمل شادو. يعني تقدر تجرب بنفسك وتخش وتشوف هنا امكليات جميلة جدا جدا. وهنا لو عايز الخط يعمل تحت اهو. يعني. طيب. ونكمل معنا هنا هو هنا بيعمل يعني هنا لما اعمل مسلا كده عملت عليها طبعا اغير بتاعي احمر مسلا اهو خليته احمر. نعلم عليها وغير مسلا اهو زي ما انتم شايفين. حسب اللون اللي انا بختاره هنا. اهو بينزل معي على طبع. طيب. هنا هوت بقى لون الخط نفسه. يعني مش هايلايت لا هنا لون الخط نفسه. هنا هايلايت يعني بيعمل علامة على الخط كله. اما هنا لون الخط نفسه. يعني هنا مسلا خليه اللون هنا احمر اهو زي ما انتم شايفين خط هنا احمر. عندما الهايلايت مازال زي ما هو ايه? اصفر. طيب. هنخش هنا هوت هنلاقي هنا يعني مثلا لو جينا خلينا هنا خط مثلا عشان توضح اكتر نخلي هنا هنا هوت يعني هنا هوت تمام? هنختارها اهي كله اصبح وهنا يعني كله طيب. وبنكمل هنا هوت لو قلنا هيعمل كابيتل قدام كله. كلمة. لو انت عايز تكتب عنوان مسلا بتخلي كابيتل في اول كل كلمة عن طريق الناد الخيار اللي هو كابيتالايز ايتش وورد. تمام? توجل هنا هوت هيعمل عكس هيخلي كل كلمة اولها حرف سمول. اه زي ما انتم شايفين عكس ان انا بعمل اول حرف كابيتال. لا هنا هعمل اول حرف سمول اللي هوتوجل تحت. طيب. نكمل مع بعض هنا هوت الترقيم يعني مسلا انا كاتب كزا جملة هناخد ده مسلا ونقرره. عشان نوريكم الترقيم هيتم ازاي. هنعمل علامة كده هوت. وبعدين نروح للترقيم. هنا تنقيط يعني انا برقم بس على شكل نقاط. تمام? اهو زي ما انتم شايفين بيتغير. تمام? اهو تختار اه شكل العلامات الترقيم اللي انت عايزها. او تحط ارقام او حروف. يعني عايزها اي بي سي بالشكل ده. نعمل شايف. وفي عندنا عربي. وفي انجليزي وفي ارقام فيه نمبرز اهو. خلناها نمبرز. طيب. هنا هوت ديت لو انت عايز تعمل ارقام ومكتبس منها ارقام تانية. يعني واحد تحتيها اه واحد واثنين وتلاتة وبعدين الف وبه وجيم. تمام? بنفس الخيارات ده. هنا برضو تخش وتشوف ايه اللي نسبك حسب المقال او الموضوع اللي انت بتكتبه. طيب. هنا هوت المحازاة انت بتكتب انجليزي ففي الغالب طبعا المحازاة بتكون عندك ناحية اليسار. طيب هنا لو انت عايز تكتب عنوان في الوسط بتخليها هنا بدوس على الوسط اهو زي ما تشايف بيروح للوسط. هنا لو انت بتكتب عربي بيروح ناحية اليميني. كرب مسلا نكتب جملة عربي عشان نبقى شايفينها معنا. تمام? هنا نكتب بسم الله اهو. تلاحز ان هنا المحازاة على طول راحة يمين او ممكن اخليها في الوسط. وكبر كده هون. طيب. هنا بقى يعني مسلا لو انا كتب جملة طويلة ومش عايز يظهر عندي حروف طلع ونازل او ارقامنا يعني الشكل طلع ونازل فعمل يعني بحيس ان هو يعمل هنا هوت تسوية لنهاية الصفور. يعني مسلا لو كتبنا جملة طويلة. تمام? هنا هو في الادجستمنت. تمام? اهو. تلاحز ان كل واقف على نفس الخط ده. هنا اهو. تمام? ده في الادجستمنت. مش يروح وييجي زي مسلا هنا هوت. اهو بص تلاحز اختلف ازاي? انما الادجستمنت بيجيبها عن نهاية بالزبط ويقف. اهو. طيب. هنا هوت لو انا عايز اعمل تباعد. يعني هنا هوت اهو. لو انا عايز اعمل تباعد شوية ما بين السطور وبعضها. هنا تباعد واحد ميلي. مسلا هنا واحد وخمستاشر وهكزا. تمام? هنا هوت لو انا عندي تيبل. هنا الشغل بتاع تيبل. يعني مسلا هنيجي نحاول نخط تيبل زي كده صغير. وعلى سبيل المسال اهو. ونرجع تاني قيمة ونشوف هنا هو. هنا هوت بيبقى ملء للشيدز. يعني مسلا اهو بيعمل شيدنج تاني تظليل. اه. زللت هنا. ممكن اختار كمان لون التظليل. ده بالنسبة شغلي للجدول. طيب اللي جنبها الاعلامة ديت اقدر احط خطوط ازهر خطوط الجدول او ما ازهرهش. يعني مسلا زي ما تشافين هنا في بتاع الجدول زهرة. انا ممكن الغي الفريمز ديت بان انا اقف هنا هو ادوس كده ها. هلغي كل اصبح جدول ولكن ما ليه خالص. تمام? يبقى هنا تظليل وهنا الغاء الفريمز. او ممكن اخط سعاد خط واحد بس حسب ان انا عاوزه. او خط فوق او خط تحت حسب الخيارات اللي انت شايفين. طيب. خش هنا هوت العلامات ديت لو انا بقول المحازنة ناحية اليمين وناحية اليسار. يعني مسلا اقف هنا هوت. اهو. دي قبل المحازنة يمين ويسار. زي اللي كنا شفناها من شوية. تمام? اللي قبلها ديت اللي ما قلناها ايش. اللي هنا اقدر ازق شوية هنا من الشمال لليمين. زي ما انت شايف اهو. او العكس ارجعه من اليمين الى الشمال. طيب. نخش هنا هوت ليه. اما هنا الموضوع متعلق بالتنظيم اه سواء تصعودي او تنازلي. سواء حسب الحروف او حسب الارقام. زي ما انت شايفين هنا فيه خيارات. لو انا عايز اعمل تنظيم تصعودي او تنازلي اهو ascending او descending. تمام? يعني على سبيل المثال انا عندي جدول هنا هوت. تلاحظ ان ال اف اي دي سي بي اي. يعني ده هنا هوت ايه? تنازلي. تمام? عايزين نعمل العكس. فلما اقف هنا هوت. هو الواحد وعلم على الجدول كله. وبيديك خيارات. تمام? بيقول لك انت عايز هنا الكلن واحد ولا اتنين. احنا هنا في الكلن تو. صح? يبقى احنا هنختار كلن تو. اهو. ونخليه تنازلي. يعني ال اي بي سي. تمام? هنشوف كده. اهو. تلاحظت ايه? عندك اي بي سي. تنازلي. تمام? طيب. لو عايز اعملها العكس. هذا يبقى نفس الشيء. اهو. ولازم تحدد انت عايز انهي كولون الترتيب. تمام? ادي تاني. هيعمل لك العكس. باية الاف هي اللي فوق. طيب لو عايز اعملها حسب الرقم هنا هوت. يبقى نلزم اختار كولون وان. تمام? العمود الاول. خلاص? وحدد تنازلي يبقى هي من واحد اتنين تلاتة اربعة او العكس اللي هي تساعد. طيب. اهو. اما بقى هنا هوت فيه. او في الجزئية اللي هي متعلقة بالبراجرافات. والنورمال والهيدنج والحاجات ديت. هنيجي عشان نفهمها لازم نعرف ايه هو الهيدنج. الهيدنج يعني انا بص لما بقى في نهوات مثلا هيعمله لي يعني عنوان كبير. لو دوست عليه خلاص اتثبت بقى عنوان كبير. تمام? بص لما ندوس نهوات على علامة السهم للشمال كل اللي تحت العنوان اصبح تبعه. لما بدوس هنا بخفيه كله. ودوس هنا يظهر كله. طيب لو جيت هنا هو مسلا وخطيت عنوان تاني بنفس الحجم اللي هو الهيدنج وان. اهو. تلاحظ ايه? لما دوس هنا اهو. خفى بس الجزء تابع الهيدنج وان وهيدنج وان وهيدنج تو مستمر زي ما هو. تمام? هنا اقدر اعمل كزا نوع من الهيدرز يعني لو قلنا مسلا هنا العنوين الرئيسية بعدين اعمل تاني هنا هوات. هيبقى عنوان مسلا تو اللي هو عنوان اه سانوي. وبعدين ممكن اعمل كمان تحت العنوان السانوي عنوان تاني سانوي. لو سريه. تلاحظ ان الكبير ثم الاصغر ثم الاصغر. تمام? وكل واحد بيضم اللي تحته. لما بدوس هنا اهو بيخفي اللي تحته. يعني بيعرفك ان ده العنوان ده تحته عنوين سانوية. ده كانت الجزئية. نجي الاخر حاجة نهوت الفايند. ايه هو الفايند? يعني لما دوس هنا اقدر ابحث عن اللي انا عايزه. نجيب مسلا كلمة اهي. وندوس انتر. اهو اظهر لان كلمة وعمل لي عليها اه تظليل. طيب ايه هي الربلاس? الربلاس لو انا عايز اغير كلمة باي حاجة تانية اهي. فهندوس مسلا نخلي كلمة ونخليها فايل مسلا. ونعمل ريبلاس اول. ريبلاس او ريبلاس. يعني نعملها ريبلاس وان باي وان. ريبلاس اول كل كلمة هيغيرها الى كلمة فايل. فانا هعمل مسلا ريبلاس اهو. يس. قال لك تم تغيير واحد. واحد ونقول اهو. ومعلم لك عليها ايه. غير كلمة الى كلمة فايل. تمام? طبعا هنا كلمة عندنا سليكت. سليكت يعني بعلم على الكل. تمام? ولو عندنا معينة الصور او بيعلمها بيدور عليها في النص ويعلم عليها. تمام? وهنا هوت اه. سليكت اول تيكست وز سيملل فورمات. لو انا مسلا واقف على فورمات معينة. تمام? هيجيب لي الفورمات اللي شبح. يعني مسلا على سبيل مسلا. انا واقف هنا هوت. خلاص وهدوس على سليكت اول تيكست وز سيم فورمات. ادوس هنا هوت. لو في فورمات تاني نفس الفورمات هنا هوت هجيبه لي بالضبط. يعني هوا في علاوات مسلا. وادوس كده اهو. اهو لاحظ ان اعلم على الكل لان كلهم من نفس الفورمات ده كان شرح النهاردة لقيمة هوم في مايكروسوفت وورد اتمنى ان تكونوا استفدتم وان شاء الله في الحلقات القادمة هنشرح باقي قوائم مايكروسوفت وورد وان شاء الله اشتركوا في حلقات قادمة ويريد ما تبخروش علينا بشير وسبسكرايب في القناة والسلام عليكم ورحمة الله